يا سلمة يا حبيبتي يا عيون السماء عيد ميلادك شرائي يا حبيبتي معنا فرحة سعادة في كلنا مش ممكن نمساها كل السنة وانت الديبة يا عسل الجوبي يا سلمة سلم يا سلم معي عيد ميلاد سعيد بجنف السماء وقلبك الطيب يدي سمع حلوى عليك يا عسل الجوبي هذه الأغنية مولدة بالكامل بالزكاء الاصطناعي وهذا يشمل الكلمات واللحن والغناء الآن يمكنك إنشاء أغنية فريدة خاصة بك في ثواني معدودة كل ما عليك فعله هو كتابة كلمات الأغاني أو موضوع الأغنية وسيقوم الزكاء الاصطناعي بصنع أغنية كاملة بالعربية أو الإنجليزية في هذا الفيديو سنشرح خطوة بخطوة كيفية إنشاء أغنية كاملة عن طريق الـ AI وأيضا كيفية عمل موسيقى بدون حوق ومنتهى سهولة قبل بداية الفيديو بفكركم بالاشتراك والدعم باللايك والشير لأن ده بيساعدنا على الاستمرار في تطوير المحتوى للأفضل يلا بينا نبدأ الفيديو الأداة الرائعة اللي بنتكلم عليها النهاردة هي أداة شريب من سونو AI عن طريقها حنقدر نعمل أغنية عربية بالكامل من تأليف وتلحين الزكاء الاصطناعي أول حاجة كيفية التسجيل في الأداة الأداة تعمل على منصة Discord هسيب لكم طبعا اللينك في وصف الفيديو نضغط على try beta on Discord وبعدين accept invite طبعا تأكد إنك عمل login على حسابك على Discord لو أنتوا أول مرة تستخدموا Discord ممكن يكونوا موضوع صعب شوية عليك ولكن احنا إن شاء الله حنبسطها مع بعض بقدر الإمكان أول شيء عشان أبتدي أعمل أغنية بالزكاء الاصطناعي عن طريق هذه الأداة هاختار من هنا أي روم من دول مثلا هاختار شريب بيتا وان وأيضا في آخر الصفحة هيطلب مني أن أنا وافق على شروط الاستخدام هدوس على complete وبعدين ألغط على agree وSubmit لما بتدخل على أي روم من دول بتلاقي الأغاني اللي الناس التانية عاملها على نفس الأداة ممكن تستخدمها كمصدر إلهام لك وبعد معظم الأغاني اللي هتلاقوها هنا باللغة الإنجليزية لكن إحنا الأغانية اللي هنعملها باللغة العربية لو بصينا على أي مثال منهم وبعد المشكلة إن الغرف دي أو الرومز دي بتيبقى عليها يوزرز كتير قوي وبتبقى زحمة جدا وممكن الأغانية بتاعتك تضيع في النص فأفضل شيء ممكن تعمله إن إحنا ندوس على علامة سونو دي كده وبعدين ندوس هنا تاني وبعدين أضغط على send message بالتالي حقدر إن أنا أكلم البط أو أكلم الأداة بتاعت سونو بشكل مباشر أضغط على send message الميزة طبعا في الخطوة دي إن أنت بس اللي بتبقى شايف الأغاني بتاعتك مش كل الناس بتبقى شايفة كده إحنا جاهزين لاستخدام الأداة إزاي نقدر نستخدم الأداة علشان نعمل أغنية من أي فكرة تخطر على بالنا ومنتهى البساطة حدوس على علامة البلاس دي وبعدين use apps وبعدين أضغط على strip هيكتبها لي هنا ممكن أنت تكتب نفس الكلمة slash strip وبعدين أدوس enter فأول مرة حيطلب مني إن أنا أوافق على شروط الاستخدام أدوس هنا كده وتظهر لي النفذة دي هنا بيطلب مني وصف نوع الموسيقى اللي أنا عايزها أو اللحن فلو هي أجنابي حكتب مثلا هيب هوب أو جاز مثلا لكن لو أنا عايز أغنية بالعربي لازم الكلام اللي هنا أكتبه بالعربي مثلا هكتب له أغنية عربية هنا لو أنت عندك كلمات الأغنية بتاعتك ممكن هنا مثلا تألف أنت أغنية أو تستخدم بيت شعر معروف لكن بافتراض أن أنت عايزه يألف لك هو الأغنية عن طريق شات جي بي تي فكل اللي هنعمله إن احنا هنكتب له موضوع الأغنية مثلا كتبت له أغنية وطنية تعبر عن الحب والفخر والاعتزاز بالوطن وبعدين أضغط على submit هنا بيقول لي أنه أبتدى طلع لكلمات الأغنية في الأول وبعدين كاتب هنا generating بياخد حوالي دقيقة أو دقيقتين علشان يخلص لحن الأغنية بعد ما بيخلص بيديني مثالين للأغنية الكلمات بتبقى هي هي لكن اللحن بيكون مختلف خلونا كده نسمع مع بعض بعمل الممكن أن أنت ما تحصلش على نتيجة مرضية من أول مرة فلو ده حصل هنضغط على الزرار ده علشان نعمل إعادة لتوليد الأغنية مرة أخرى بالتراضي أن أنا عجبني للاختيار الأول طبعا أنا عايز أكمل عليه علشان أعمل أغنية بالكامل ومنطقة البساطة حلاقي تحت هنا عندي علامة قلب بيمثل الاختيار ده وعلامة القلب التاني بيمثل الاختيار اللي جانبه وهكذا علامة continue أو استمرار للاختيار ده وعلامة continue للاختيار التاني فأنا عجبني للاختيار الأول هدوس على علامة القلب وبعدين هضغط على علامة continue للاختيار اللي عجبني بالشكل ده هتطلع لي نفس النفذة دي هكتب فيها نفس الكلام اللي أنا كتبته في الاختيار الأولين أغنية عربية ونفس الكلام اللي أنا كتبته تحت وبعدين أقول له submit أولا كده هيعمل إيه؟ هيبتدي أنه هو يكمل تأليف بقية الأغنية ويديني اختيارات تمشي مع اللحن والصوت المغني اللي عجبني بعد ما بيخلص بيتيني اختيارين جداد بافتراض أن أنت عجبك للاختيار التاني هتنزل هنا وتدوس على علامة القلب بتاعت الاختيار التاني فحيبتدي أنه هو يدمج جزئين الأغنية على بعض لو لاحظته هنا أن الأغنية بقت مدتها دقيقة وعشر ثواني وكانت في الأول حوالي أربعين ثانية بقرر نفس الخطوة دي لحد ما وصل لزمن الأغنية اللي أنا عايزه دقيقة دقيقتين تلاتة زي ما أنا عايز من الممكن أيضا أن احنا نستخدم شات جي بي تي في كتابة كلمات الأغنية فبافتراض مثلا أن أنا عايز أكتب أغنية لشخص عزيز علي في عيد ميلاده أو في مناسبة معينة فمن الممكن أن أنا أستخدم شات جي بي تي لعمل ده عن طريق البرومبت اللي أنتو شايفينه قدامكو ده هكتب له مثلا أريدك أن تكتب لي كلمات أغنية باللهجة المصرية لبناتي سلمة بمناسبة عيد ميلادها الكلمات اللي يجب أن تكون بدون علامات ترقيم وبتشكيل عربي ساعة هو بيشكل وساعة لأ ومكتوبة بهذه الطريقة طبعا يفضل أن انتو تستخدموا البرومبت ده بنفس الطريقة دي ولكن تغيروا موضوع الأغنية ده لأن دي الطريقة الأصح اللي بتقبل بها الأداة دي كلمات الأغنية هاخد بقى الكلام ده كوبي وارجع على شات جي بي تي هعمل بيست وبعد أندوس انتر فعلا كتب لي البرومبت أو الكلمات بالطريقة اللي بتقبلها أداة شرب أو شرب وبتكون مقسمة إلى جزئين بهذا الشكل هاخد الكلام ده كوبي وارجع تاني على الأداة بتاعتي هدوس على علامة البلس use apps وبعد انشرب وبعد ان انتر هنا بقى هكتبله الكلمات اللي أنا أخدتها من شات جي بي تي وطبقة مهمة جدا أنا كنت أقول لكم في الخطوة الأولى إن احنا لازم نكتب نوع الأغنية هنا بالعربي ده فقط في حادث لو أنت عايزه هو يعمل لك الكلمات عن طريق شات جي بي تي لكن لو أنت اللي مديله الكلمات ممكن تكتب أنت بقى نوع اللحن بالانجليزي وده مهم جدا لأنه بيطلع نتائج أفضل بكتير جدا يعني ممكن مثلا تكتب هنا بوب أو سلو أو هيب هوب أو أي نوع من أنواع الأغاني الأجنبي هيفهمك وحيعمل لك لحن رائع جدا زي ما حنشوف دلوقتي أضغط على submit كالعادة حيطلع الاختيارين لعلوا نسمع كده الاختيارين مع بعض يا سلمة يا حبيبتي يا عيون السماء عيد ميلادك يا حبيبتي معنا فرح وسعادة في كلنا مش ممكن نمساها وللاختيار التاني لو أنت بقى حابب أنك تكمل على الأغنية لأن زي ما قلنا أن المرة اللي بيديها لك بتبقى أربعين ثانية هتعمل نفس الخطوات اللي عملناها قبل كده هتدوس قلب على الاختيار اللي عاجبك وبعدين تدوس continue علشان تكمل الأغنية وتبتل أنك تضع كلام أخر طبعا لو حابين أنتوا تحفظوا أي مقطع من المقاطع دي عندكم هنقف على المقطع ده وندوس على زرار الدونلود هيبتدي أنه هو يعمل لي دونلود للمقطع ده ممكن أيضا استخدام أداة سونو اي آي شرب لعمل موسيقى بدون حقوق سواء كانت الموسيقى دي لليوتيوب أو لأي فيديو من فيديوهاتك ببساطة شديدة جدا أضغط على علامة البلس وبعدين أقول له يوز أبس وبعدين أضغط على كلمة شرب أو ممكن أنك تكتبها زي ما هي مكتوبة هنا كده وبعدين أضغط enter هبتدي أن أنا أوصف له نوع الموسيقى اللي أنا عايزها ونوعية الآلات اللي أنا عايزها في القطع الموسيقية دي وباللغة الإنجليزية فببساطة شديدة هفتح ترجمة جوجل أو جوجل ترانسليت وبعدين أكتب اللي أنا عايزه بالعربي كتبت مثلا موسيقى عربية وبعدين فصلة قالت العود فصلة قالت الناي وبعدين فصلة موسيقى حزينة يعني أنت بتكتب الكلمات بتاعتك وبتعمل ما بينهم فصلة أخب بقى الكلام ده كوبي كده من جوجل ترانسليت وبعدين أرجع على الأداة بتاعتي suno ai وبعدين هعمل paste هنا ومش هكتب أي حاجة هنا أو هنا وبعدين submit بعد حوالي ديئتين المقطعين بيكونوا جاهزين عندي ممكن نجرب نسمع أي واحد فيهم للمقطع تني طبعا ده كان مثال بسيط لكن أنتو ممكن تبتكروا أكتر من كده بكتير في الجزئية دي بالزت آخر نقطة عايز أضيفها إن الأداة لها حد استخدام يومي لكن أنا كل الأمثلة اللي انتو شايفينها دي عملتها وهو ما طلع ليش إنه هو محتاج إن أنا أدفع أو أي شيء أيضا حد الاستخدام اليومي ده بيجدد كل 24 ساعة بكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة أتمنى أن انتو تكونوا استفدتم الفيديو لو عجبك بالفيديو ما تنساش اللايك والشير لو عندك أي سؤال اكتب لي في الكومنس وأنا هرد عليك في قرب وقت شكرا لكم واشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله